اشتركوا في القناة نزام الثلاث سنوات والخمس سنوات بمدارس التعليم الفني الصناعي اهلا حبيبي ونبدأ حلقاتنا مع بعض تذكرة بس كده على حلقتي الماضية انا كنت بشرح فيها بعض اكواد الحركة اللي هي هتتعبني في اجراء عمليات البرمجة على مكينات التحكم العددي واخدنا في الحلقة الماضية ايه هو الكود جي زيرو زيرو وقلنا انه هو حركة اداية القطع باقصى سرعة في خط مستقيم كمان قلنا ايه هو الكود جي زيرو واحد وقلنا هو الحركة بتغذية بطيئة في خط مستقيم كمان اخدنا جي زيرو اتنين وهو كان دوران في اتجاه قارب الساعة اخدنا جي زيرو ثلاثة في كان الدوران اه اه في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة اه كان بعض الاكواد دي شباب احنا قلنا ان دي بعض من الاكواد اللي بازن الله هنبدأ ان احنا نكملها في الحلقات التالية حلقات النهاردة ان شاء الله احنا هنبدأ نتعرف على انظمة ادخال بيانات الشغلة للمكينة ازاي بدخل بيانات الشغلة للمكينة تمام حبيبي نبص بقى مع بعضينا كده على الشاشة بتاعتنا الجميلة وهنشوف ايه الهدف من حلقاتنا النهاردة ان شاء الله ان احنا هنتعرف مع بعض على نظم الاحداثيات الازاحة ونظم الاحداثيات دي هنتعرف من خلالها على نظام الاحداثيات المطلقة وهو الابسليوت دايمينشن وكمان هنتعرف على نظام الاحداثيات التراكمية وهو الانكريمينتال دايمينشن وان شاء الله في حلقتنا هنبدأ نطبق على هذه الاحداثيات ونعرف ازاي ندخل الاحداثيات بالنظم الابسليوت وبنظام الانكريمينتال يعني ايه نظام الابسليوت يعني ايه نظام الانكريمينتال يعني انا هدخل الابعاد ازاي بالنظام المطلق وهدخل الابعاد ازاي بالنظام التراكمي او التزايودي او النزمي مع بعضين حبايبي نبدأ حلقتنا مع بعضين على الشاشة بتاعتنا اولا كياس الابعاد في المحاور الاساسية اللي يوجد نظامين من كياس الابعاد على المحاور الاساسية النظام الاول يا شباب اللي احنا هنبدأ نشرحه الان وهو عبارة عن نظام الابعاد المطلقة او بنسميها البرمجة المطلقة بنسميها ابسليوت برو جرامنج بنسميها ايه حبايبي ابسليوت برو جرامنج يبقى انا دلوقتي هنتعرف مع بعض على اول نظام من انظمة البرمجة وهو نظام البرمجة المطلقة طيب الاكسيبريشن بتاعه ايه هو عبارة عن الابسليوت برو جرامنج ابسليوت برو جرامنج يعني البرمجة المطلقة ماذا تعني يا ميس يعني ايه برمجة مطلقة يعني انا هحسب ابعادي كلها بشكل مطلق يعني ايه بشكل مطلق يعني هنسب كل ابعاد الشغلة بتاعتي لنقطة واحدة وهي سفر الشغلة بتاعي يبقى انا لما اجي احسب بالنظام المطلق يا اولاد هياخد كل ابعادي منصوبة لسفر الشغلة بتاعي طيب الكود ده لما اجي اشتغل بيه المكنة هتعرف ازاي ان انا وقدر ابعاد بتاعتي من سفر الشغلة قال لي هنديها كود اسمه الجي تسعين يبقى انا النهاردة في حلقتي الموضوع بتاعي هبدأ في اني كود الجي تسعين طب وايه اهمية الجي تسعين يا ميس اهمية الجي تسعين يا اولاد ان الجي تسعين دي بتعرف المكينة ان انا هدخل ابعادي كلها للشغلة منصوبة لنقطة الصفر الشغلة يبقى اول ما جهاز البرمجة يقرأ جي تسعين بيعرف جهاز القياس بتاع المكينة ان جميع الابعاد اللي جيالك هتحسب من سفر الايه من سفر الشغلة من على وش الشغلة بتاعي طيب الكود اللي احنا هنشتغل بيه دوت اسمه ايه او رقمه كام قال لي جي تسعين يبقى انا النهاردة بقول ان جي تسعين هو قياس مطلق هو القياس المطلق وماذا نعني بالقياس المطلق هو قياس يتم فيه حساب جميع ابعاد الشغلة من سفر نقطة ايه الشغلة من سفر او من نقطة السفر الايه الشغلة مين النقطة السفر الشغلة اللي كنا قلناها في الحلقات السابقة الwork base zero point يبقى انا هنسب جميع ابعاد يولاد لوش الشغلة مين وش الشغلة ده اللي هو نقطة السفر الشغلة مين نقطة السفر الشغلة ديت في النقاط المرجعية احنا عندنا قلنا شرحنا قبل كده نقاط مرجعية للمين للمكينة؟ قلنا نقطة صفر الشغلة ونقطة صفر المكينة ونقطة تثبيت الايه العدة في الطول العدة بتاعتي في الهند بتاعت الايه بتاعت الطول طيب يا حبيبي انا دلوقتي عايزة ابرمج لو انا شغلت بالبرمجة المطلقة يبقى انا هنسب جميع ابعادي لوش الشغلة وهي لنقطة محددة تسمى نقطة صفر الشغلة اللي بنقول عليها الورك بيس زيرو بوين طيب بحسب باني كود بجي تسعين جي تسعين بيحسب جميع الابعاد من نقطة صفر مين الشغلة بنشوف بقى الكلام اللي احنا قلناه ده عن السلايد بتاعتنا السلايد بتاعتنا بتقول لنا ايه بتقول ليه ان انا عندي النظام القياس الاولاني ده اللي هو البرمجة المطلقة اسمه الابسليوت برو جرامينج اسمه الابسليوت ايه برو جرامينج طيب بتحسب في ابعادك ازاي قال لي بحسب في ابعادي كلها من صفر الشغلة ويرمز له بالكود جي تسعين ويرمز له بالكود كام جي تسعين طيب انا عايز اعرف يعني ايه ابعادك كلها بتحسب من نقطة صفر الشغلة قال لي يعني باخد الطول كامل والقطر كامل يبقى يا ولاد لما اجي ادخل ابعاد الشغلة بالنظام المطلق اخد القطر كامل اللي انا هشتغل فيه والطول ايه كامل لان ده هيختلف في نظام ادخال ابعاد اخر هنتكلم فيه بعد ثواني تمام حبيبي انا دلوقت في نظام ادخال الابعاد بتاعتي بالنظام المطلق اللي انا هوصفه بالجي تسعين لما اجي ادخل بياناتي هدخل القطر كامل والطول كامل والطول منصوب لنقطة صفر الشغلة يعني طول الجزء اللي باشتغل بيه باخده من اول نقطة صفر من الشغلة يبقى النظام ده يا ولاد زي بالزبط كده المنتج اللي هو معروض قدامنا على الشاشة المنتج دوت انا هبحسب فيه القطر كامل والطول ايه والطول كامل يبقى لما اجي اخد البيانات بتاعتي هقول ان انا عندي هنا بالنسبة لي اهو القطر هنا الفاي بتاعتي ايه الفاي كاملة بص انا باخد القطر ايه القطر بتاعي كامل والطول بردك انا بحسبه الطول بتاعي من اول السفر كده ومشي بيه يعني الطول الاولاني انا باخده من اول السفر وايه ومشي بيه وهكذا الاكتار كلها وغدها كاملة والاطوال كلها وغدها كاملة وجميع الأبعاد منصوبة لنقطة 0 من الشغلة بتاعتي يبقى النظام ده يسمى نظام القياس المطلق الابسليوت برو جرامينج أو بأحيانا في بعض الكتب بتقول عليه الابسليوت دايمينشان طيب عايزين ناخد نظام تاني كده اسمه البرمجة التراكمية أو التزايدية أو النسبية يعني إيه يا ميس واللي عملناها تلات أسماء تلات أسماء دي انت بتلاقيها في مراجع كتير يا أولاد أنا بحب إن أنا أديك المصطلح بحيث إن انت لو فتحت أي مرجع تاني ولقيت كلمة تراكمية شلوها وحطوا نسبية هي هي طيب لو شلوا النسبية وحطوا تزايدية هي هي تمام حبيبي؟ يبقى النظام دا إحنا بنسميه نظام الأبعاد التراكمية أو التزايدية أو النسبية بتاعه إيه؟ البرمجة التزايدية تمام حبيبي؟ دا بيقصد بيها البرمجة التراكمية أو التزايدية أو النسبية طيب النظام دا بيختلف عن البرمجة المطلقة في إيه؟ قال لي أنا هنا ما بحسبش من نقطة سفر الشوء أنا بحسب المسافة الفعلية التي تتحركها العدة على الجزء المرد تشغيله واحدة واحدة بقى كده نفهم إيه الموضوع دا؟ أنا عندي أكس هشغله الأكس دا أكتره متدرجة أنا هبدأ أعمل ألووز على القطر التاني ما ليش دعوة خالص بالقطر الأول وأبعاده أنا هبدأ شغلي من القطر التاني يبقى أنا أبعادي اللي هبدأ أديها للبرنامج بتاعي هتبدأ منين؟ إن الألووز هيبدأ من أول القطر التاني طيب أنا عايزة أعمل خرط جانبي على نصي على جزء بس على القورة بتاعتي طيب القورة دي بتاعة الشغلة القورة بتاعة الشغلة لما باجي أعملها على المانويل أنا بمشي القطر كله ولا بمشي نص القطر برافو عليكم حبايبي فعلا إحنا بنمشي نص القطر ما بنمشيش القطر كله يبقى أنا لما أجي أبرمج في البرمجة التراكمية لما أجي أدخل أبعادي ما أدخلش القطر كامل أدخل نصف القطر لما حضرتك بتيجي تعمل خلخلة أنت بتاخد طول الشغلة كله ولا بتاخد جزء الخلخلة بس اللي أنت شغال عليه أنا باقي أحض جزء الخلخلة بس اللي أنا شغال إيه عليه أدخله للبرنامج معنى كده إن الأبعاد التراكمية هي عبارة عن إن أنا بصفر جميع الأبعاد السابقة اللي أنا مش شغال فيها خالص وأبدأ أحط البعد الجديد اللي أنا هبدأ أشتغل إيه؟ أشتغل فيه طيب الكلام دوت بيفدني في إيه يا أولاد؟ في الصناعة؟ قال لي أحياناً أنا بيبقى عندي المنتج بتاعي ليه حسابات كتيرة جداً فعلشان العامل ما يعودش يحسب كل شوية ده من السفر ويترح ويجمع والكلام ده كله؟ لا أنا بقول له أنت شغال فين؟ أنت شغال عند 40؟ قل له إن أنا هبدأ من عند 40 تمام؟ وخد المسافة اللي أنت هتشتغل فيها المسافة اللي أنت هتشتغل فيها في الجزء بتاعه الأغلبوز مثلاً كام؟ 20؟ قل له إيه إني زد عندي بعشرين ملاكش دعوه بالأبعاد والحسابات اللي إيه؟ اللي قبل الجزء اللي أنت هتبدأ تشتغل فيه يبقى أنا كده بدخل الأبعاد للمسافات الفعلية التي يتم تنفيذها على قطعة الشغلة يبقى أنا مش بحسب من أول سفر الشغلة يبقى الفرق بينه النظام المطلق والنظام التراقومي النظام المطلق باخد أبعادي كلها من أول الشغلة لحد جزء اللي أنا شغال فيه النظام التراقومي باخد البعد بتاع الجزء اللي أنا هشتغل فيه فقط يعني النظام المطلق بتحسب فيه جميع الابعاد الاكتار كاملة والاطوال كاملة ولكن النظام التراقومي بحسب فيه المسافة الفعلية التي تتحركها العدة على الشغلة فقط طيب المكانة بتعرف النظام ده بايه وبتعرف النظام ده بايه المكانة بتعرف النظام المطلق بالكود جي تسعين والنظام التراقومي بتعرفه بالكود جي واحد وتسعين ولما نكون شغالين يا ولد مطلق وجد جي واحد وتسعين هي هتنسلي كل الابعاد تبدأ تحسبلي الجزء اللي هي شغالة فيه بس فيه حاجة لازم تاخد بالك منها كويس جدا لو انت شغالة على المكانة وقلبت نظام التشغيل او نظام ادخال البيانات بتاعك من النظام المطلق الى النظام التراقومي يعني انت كنت شغال بجي تسعين وجد حطت جزئية على واحد واحد وتسعين ما تنساش قبل ما تنهي البرنامج بتاعك ترجع البرنامج مرة تانية للكود جي كام جي تسعين للوقت قدامنا على الشاشة الجي واحد وتسعين تحسب فيه الابعاد مسافة بعد مسافة اي بناخذ نهاية البعد الاول سفر جديد للبعد الايه للبعد التالي ويرمز له بالجي واحد وتسعين يبقى البرمجة التراقومية او التزايدية او النسبية تحسب فيها جميع الابعاد بتاعتي مسافة بعد مسافة اي بياخذ نهاية البعد الاول سفر جديد للبعد الايه التالي ويرمز له بالجي واحد وتسعين ده كده نظام البرمجة التراقومي او التزايدية او النسبة لو جينا شفنا هنا الابعاد ياولاد الابعاد هلاقيها ان انا بحسب المسافة بين الاكتار لما باجي اخذ القطر دي المسافة الفعلية اللي انا همشيها باخد مطرح القطر الكبير من القطر الصغير واقسمه على كام؟ على اثنين بيديني الاكس الفعلية اللي العدة هتمشي فيها يعني انا لما اجي اشتغل في الجزئية دي انا هبدأ اشتغل في الحتة دي بس في الجزئي ده كده الجنبي ده بس كده طب الجنبي ده انا ادخل البعد ده ولا ادخل البعد بتاع القطر كله قال لي لا في النظام التراقومي انت هتدخل المسافة اللي احنا هنشتغل فيها بس يبقى انا هنا في النظام التراقومي انا بدخل المسافة الفعلية اللي انا هشتغل فيها بس طب امتى دخل القطر كله اللي ده في النظام المطلق يبقى هنا بالنسبة للنظام التراكمي انا بدخل المسافات الفعلية التي تتحركها العدة على الشغلة عايزة دخل الاكس ديت يبقى انا بجيب الاكس ديت عبارة عن ايه الجزء ده عبارة عن ايه عبارة عن الكتر الكبير بتاع الكتر الكبير ده ماشي الكتر الكبير ناقص الكتر الصغير بترحم الاتنين من بعض اقسمه على الاتنين هيديني المسافة الفعلية لأكس التي تتحركها العدة بالنظام التراكمي اللي هو بنقول عليه الانكريمينتال ايه برو جرامي طيب من هنا شباب احنا وصلنا كده ان احنا عرفنا ان احنا عندنا نظامين لادخال الابعاد نظام اسمه نظام المطلق وبحسب فيه الاكتر كاملة والاطوال كاملة وجميع الابعاد فيه بيكون منصوبة لنقطة الصفر الشغلة اللي هي الورك بيز زيرو بوينت طيب وعندنا نظام تاني قلنا عليه اللي هو النظام التراكمي وقلنا ان انا برمز له بالجي واحد وتسعين وبحسب فيه مسافة بعد مسافة يعني باخد نهاية البعد الاول سفر جديد للبعد الايه التالي بحسب فيه المسافات الفعلية فقط التي تتحركها لعده على كتعة مين الشغل كده حبايبي تعريف يعني ايه نظام مطلق ويعني ايه نظام تراكمي احنا قلناه ده باخد له جي تسعين اللي هو النظام المطلق النظام التراكمي بحسب له او بادخل فيه البيانات باستخدام الكود جي كام جي واحد وتسعين النظام المطلق بحسب جميع ابعاد منصوبة لنقطة الصفر النظام التراكمي باخد مسافة بعد مسافة وبتاخذ نهاية البعد الاول سفر جديد للبعد التالي دلوقتي بقى احنا هنبدأ نطبق على النظامين دولة وندخل ابعاد منتجات للمكنة نشوف ازاي هنقدر نبدأ نقرأ الابعاد بتاعتنا بالنظام المطلق وازاي نقدر نقرأ الابعاد بتاعتنا بالنظام التراكمي قبل ما ناخد الجزئية ديها على الشاشة هنعرف ايه هي المحاور الاساسية لماكينة الخراطة اللي على اساسها هبدأ قدي الاحداثيات لان احداثيات الحركة انت بتدي البعد للمحور اكس والبعد للمحور زد اللي العدة هتمشي بيه على الشغلة هتدي ايه ولاد البعد للمحور اكس والبعد للمحور زد اللي العدة هتمشي بيه على مين على الشغلة بتاعتي طب أنا مش عارف فين المحور X وفين المحور Z على الشاشة هنبدأ نشوف أوضاع المحاور بتاعتنا فين بالنسبة لماكينة الخراطة اللي أنا هشرحه دا دلوقتي أوضاع المحاور بتاعتي بالنسبة لماكينة الخراطة يلا حبايبي بقى نبص على الشاشة ونشوف أوضاع المحاور بتاعتنا الشاشة بتاعتنا الجميلة بتعرض لنا مكنة الخراطة قصدنا عندي برج العدة وعندي الظرف والظرف راكب فيه الشغلة بتاعتي والظرف بتاعي بيبدأ يقول لي ان الشغلة بتاعتي بيكون لها محورين المحور X المحور ده اسمه المحور X وهو محور الذي يمثل كتر الشغلة يبقى المحور X ده يا ولاد بيمثل مين بيمثل كتر الشغلة طب المحور X ده امت حسبه موجب طول ما انا شغال من فوق الشغلة كده والعدة فوق الشغلة انا بحسب الX بتاعتي موجب يعني دايما الX بتاعتي في المشغولة بتكون ايه بتكون موجبه امت حسبها سالب في حالة الفيسنج بس في حالة لما اكون عايز اعمل فيسنج يعني تسوية قورة لما بكون عايز اعمل تسوية قورة في الحالة دي فقط انا ببدأ اشتغل بالEx بتاعي بتبقى ما تبقىش بوزتيف يعني بتبقى الEx بتاعتي سالبة مش موجبة انما في العادي بتبقى دايما الEx بتاعتي باخد القطر بتاعي في الاحداثيات موجب دايما الEx بتاعتي بيكون ايه موجب طب بالنسبة للZ بقى يا ولاد بص الزد هي المحور الأفكي المحور الأفكي ده هو الزد ده كده محور الزد محور الزد وأنا داخل جوه الشغلة بيبقى زدي ايه سالب وأنا خارج خلصت شغلي خلاص والعدة هتخرج للبرج هنا تقف على البرج بحسب زد ايه موجبا يبقى أنا عندي كام محور بشتغل عليه عندي محورين القطر بمثله بالمحور X الطول بمثله بالمحور Z يبقى أنا عندي كام محور يا ولل عندي محورين القطر بمثله بالمحور X موجب الطول بمثله بالمحور Z سالب بالمحور Z ايه سالب طيب الكلام بتاعنا كده جميل نبدأ بقى مع أول مثال ونشوف أنا عايز أدخل أبعادي دي بتاعة الشغلة دهية بقى ننزام قال لي بالنظام المطلق النظام المطلق اللي احنا بنقول عليه ايه الابسليوت ايه دايمينشن او الابسليوت كوردينيتس او الابسليوت ايه كوردينيتس يعني نظام الإحداثيات المطلقة طب مع بعضينا يا شباب بقى كده نتعلم ندخل أبعادنا ازاي للبرنامج نتعلم ندخل أبعادنا ازاي للبرنامج أول حاجة يا ولد أنا باجي على المنتج بتاعي دوت واشوف فين نقطة الورك بيس زيرو بوينت اهي لازم نلاقيها في السنتر بوينت بتاعة وش مين الشغل هي دي نقطة الورك بيس زيرو بوينت ببدأ أحدد أنا هدخل كام نقطة للشغلة الورك بيس زيرو بوينت ديت دي نقطة السفر دي نقطة الايه السفر بقى أنا عندي النقطة ديت اللي هي بتاعة الورك بيس زيرو بوينت اسمها نقطة الزيرو طيب هطلع بقى كده في نهاية القورة بتاعت النقطة دي رقم كام رقم واحد إما تسميها بأرقام أو تسميها بحروف أنا في المثال بتاعي هنا أنا مسمي النقاط بتاعة الشغلة اللي هدخلها بحروف يبقى أنا أول نقطة هدخلها للمنتج اللي هي النقطة اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اللي هي حرف الايه ديت دي أول نقطة هدخلها طيب همشي كده يبقى أنا كده عملت خرط طولي نهاية الخرط الطولي فين؟ هنا يبقى دي النقطة التانية يعني انت بتاخد كل عملية تشغيل تعمل لها كود حرف أو رقم يعني الفيسنج خدتها نهايتها بديها رقم أو حرف عملت خرط طولي نهاية الخرط الطولي بحط رقم أو حرف عملت فيسنج تانية اللي هي الجزء بتاع الكتر التاني الفيسنج دي اللي هي خرط الجانبي هؤلاء لو عملت خرط جانبي تاني برضك في نهاية الخرط الجانبي التاني أروح مدي رقم أو إيه أو كود فهميني حبيبي؟ يعني نهاية كل عملية لازم أخد كود عشان أدي البعد بتاع العملية اللي إيه اللي بعده خلاص العملية التانية أدي بعد رقم أو كود رقم أو حرف عشان أدي العملية اللي إيه اللي بعديها فأنا هنا بالنسبة للمنتج بتاعي أنا بعمل فيسنج وبعد كده بعمل خرط إيه طولي وبعد كده بعمل إيه خرط جانبي تاني عشان أطلع للقطر اللي إيه اللي بعد فهيبقى عندي النقاط زي ما هي قدامنا كده على الشاشة النقاط بتاعتها تبقى عندي نقطة صفر الشغلة نقطة صفر لإيه الشغلة بتاعي طب نقطة صفر الشغلة هي اللي هي الدايرة اللي هي المزللة دي يا ولاد تمام؟ دي نقطة صفر الشغلة طب أطلع كده يبقى النقطة دي اللي هي نهاية الفاسنج نهاية القورة انا كده عملت تسويت ايه قورة دي اديها كود اللي هي حرف الايه طب هعمل خرط طولي انا كده في نهاية الخرط الطولي هدي ايه هدي كود تاني اللي هو بيه طب هعمل بعد كده خرط جانبي في نهاية الخرط الجانبي هدي كود تاني اللي هو ايه اللي هو سي بناءا عن الاكواه دي بقى يا ولاد ابدأ ادخل البيانات بتاعة كل كود بتاعة كل حرف في اتجاه المحور اكس وفي اتجاه المحور ايه زد لو انا شغال خراطة دلوقتي احنا لسه شايفين ان مكينة الخراطة شغالة على 2 axis على محورين مكينة الخراطة شغالة على كم محور على محورين 2 axis المحور x وكان بيمثل الكتر بتاعي بتاعي الشغلة والمحور زد وكان بيمثل الطول بتاعي بتاعي الشغلة كل حرف أنا مثلت بيه عملية تشغيل لازم الحرف ده يدخله أبعاده في الاتجاه X والاتجاه Z نبص بقى مع بعضينا نشوف الحروف بتاعتنا وندخل لكل حرف بعده في اتجاه X بكام وفي اتجاه Z بكام مع بعضينا حبايب بقى نشوف الجدول بتاعنا احنا عندنا هنا لو انا عايز ادخل البعد بتاعي للحرف ايه يعني انا عندي اول نقطة مش ديه كده اسمها ال point zero ال point zero ديت اللي هي X فيها ب zero وZ فيها ب zero طب احنا هنطلع هنا في ايه احنا قلنا هنطلع من اللي عندي اللي زاد من اللي انا مشيت في اتجاهه طالما هنطلع يبقى احنا بنتحرك في اتجاه مين في اتجاه المحور X يبقى انا كده هتحرك في انا محور يا اولاد انا كده هتحرك في اتجاه المحور X طب المحور X ده عندي ايه ال X بكام قال لي انت شغال absolute خد القطر كله يبقى في الحالة دي انا مش هاخد المسافة دي بس يا اولاد انا هاخد المسافة بتاعت القطر كله ليه خدت القطر كله عشان انا شغال absolute عشان انا شغال مطلق طبعا ما شغال مطلق هاخد القطر ايه الكتر كامل طب الكتر كامل عندي هنا كام قال لي الكتر بخمستاشر يبقى انا هاخد اكس بكام بخمستاشر طب هل انا وانا طالع هنا كده ياولاد انا مشيت في اتجاه زد دخلت او خرجت من الشغلة افكي انا ممشتش افكي خالص انا ماشي رأسي طالما ماشي رأسي يبقى انا ماشي في محور واحد اللي هو اكس يبقى اكس اخده كتر كامل بخمستاشر وطالما ممشتش في زد يبقى زد بايه بزير وبرافو عليكم طيب تعال بقى نتنقل كده من النقطة ايه ونروح على النقطة بيه هنتنقل من النقطة ايه ونروح على النقطة بيه بص السهم بتاعي ماشي فين ياولاد ماشي افكي ولا رأسي ماشي افكي يبقى انا كده عندي مين اتغير هنا المحور زد المحور زد بدأ يبقى له كيمة طب كيمة الزد انا عندي نهاية الزد نهاية الزد نهاية القفكي بتاعي هيكون عند النقطة مين عند النقطة بيه انزل من عندي بيه كده وجيب طول الجزء القفكي اللي انا مشيته قال لي طول الجزء القفكي اللي انت هتمشيه اللي هو زد بسالب كام بسالب عشرة زد بسالب ايه ولاد عشرة طيب انا عايز اتحرك في القطر التاني بقى اللي فوق ده ياولاد سي انا تحركت في اكس ولا في زد كده هتحرك في اكس يبقى مين اللي هيتغير معايا المحور اكس طب اكس الجديدة هتبقى بكام قال لي اكس الجديدة هو القطر التاني اللي هو اكس هتبقى بخمسة وعشرين يبقى انا دلوقت ياولاد لما اجي ااخد احداسيات الاذاحه تاني اول نقطة عندي اللي هي نقطة الزرو نقطة مين الزرو الاكس bije هتبقى بزيرو والزد فيها هتبقى بايه بزيرو هاي نقطة الزيرو دي اكس بزيرو زن بزيرو لما اجي اعمل الفيسنگ واطلع على النقطة ايه يبقى انا مشيت في القطر مشيت في القطر فعلي نص قطر بس انا عشان شغال مطلق هاخد القطر كامل لما اخد القطر الكامل يبقى انا ااخده كام ااخده 15 يبقى اكس ب15 زد بزيرو يبقى اكس ب15 وزد بايه وزد بزيرو ده بالنسبة للنقطة ايه طب تعالا للنقطة بيه انا مشيت في مين انا مشيت في زد مشيت في زد قد ايه سالة بعشرة عندي نفس الخمستاشر بتاعت اكس طب بالنسبة للنقطة سي انا مشيت في اكس بكام اكس اتبقى 25 وزد عند الزد الاديمة اللي هي سالة بكام سالة 10 ده كده كان بالنسبة لنا الاحداثيات المطلقة لو لاحزنا احنا اخدنا القطر كامل والطول كامل تمام يا ولاد يبقى انا لما باجي احسب ابعادي بالنظام المطلق باخد القطر كامل والطول ايه الطول كامل انا عندي شغلة هي وعندي اداة القطر اول ما بتيجي هنا نقطة الزيرو بتاعي باحس ب اكس بزيرو وي بزيرو وزد بزيرو اول ما اطلع في اكس بقى اكس ليها قيمة مشيت في زد بقى زد اللي هي قيمة هطلع اكس تاني باكس اللي هي قيمة المحور اللي انت بتمشي فيه هو اللي بياخد القيمة ولو شغال بالنظام المطلق بياخد القيمة كاملة من اول سفر الشغلة إحنا حسبنا بالرغم إن أنا كنت يماشي في القورة نص 15 إلا إن أنا أديتها 15 ليه أديتها 15؟ لأن أنا ماشي بالنظام المطلق الأبسوليوت بروجرامينج البرمجة المطلقة طالما البرمجة المطلقة يبقى ما تمشي ليش ما تحط ليش مسافة فعلية المسافة الفعلية اللي انت مشيتها 15 بس لما تيجي دخلها للمكينة المسافة الفعلية اللي انت مشيتها 7.5 ملي لما تيجي تدخلها للمكينة هتدخلها خمستاشر ليه ايه الفرق ما بين السبعة ونصف والخمستاشر انا بقول ان انا شغال بالنظام مطلق طالما نظام مطلق انا ما بمشيش ما باخدش الابعاد الفعلية انا باخد الكتر الكامل الكتر ايه اولاد كامل الكتر خمستاشر احطه خمستاشر الطول عشرين احطه عشرين الطول اللي بعده عشرين اللي هشتغل فيه احسب عشرين زائد عشرين يبقى احط الطول اربعين ده الكلام ده فقاني نظام نظام الكياس المطلق انما نظام الكياس التراقومي بقى لو انا ماشي في القورة نص القتر احط نص القتر لو انا شغل في الطول عشرين احط العشرين لو خلصت العشرين الاولانية واشتغلت في العشرين اللي بعدين ما اقولش 40 اقول 20 لو خلصت الرقم 2 واشتغلت في 20 تاني رقم 3 ما اقولش ان هي 60 اقول 20 امتى اقول 60 وامتى اقول 20 اقول 60 في حالة القياس المطلق اقول 20 في حالة القياس التراكم لماذا؟ لان القياس المطلق بحث فيه جميع ابعاد من اول الصفر لحد النقطة اللي انا شغال فيها انما القياس التراكمي انا بحث فيها المسافة الفعلية اللي انا شغال فيها بس ده مقام حبيبي؟ نبص بقى على تمرين هناخد نفس التمرين اللي تكلمنا فيه بس بالنظام التراكمي هنشوف هتختلف الابعاد فيه ازاي مع بعضينا كده على الشاشة هنشوف الابعاد بتاعتنا هتبقى شكلها عامل ازاي احنا عندنا نقطة صفر الشغلة اهيت احنا قلنا ان نقطة الصفر دي هتكون فيها اكس بزيرو وزير بزيرو حلوة او طب تعالى بقى للنقطة الكتر ده كله كام يا ولاد مش خمستاشر انا مش هاخده خمستاشر انا هاخد الاكس بسبعة و ايه؟ بسبعة ونص يعني انا هاخد المسافة دي كده اكس فيها بكام؟ بسبعة ونص ليه سبعة ونص علشان خاطر انا ماشي بالنظام التراكمي اهو يبقى انا همشي الحتة دي يا ولاد انا همشي فين؟ انا همشي الجزء ده انا مشيت فعلا قدي ايه؟ مشيت فعلا نصف القتر يبقى طالما مشيت فعلا نصف القتر يبقى ادخل نصف القتر يا ولاد لان انا دلوقتي بحسب بالنظام التراكمي انا همشي مسافة فعلية قدي ايه؟ هي دي اللي دخلها للمكينة يبقى مع بعضينا بقى على الرسمة تاني احنا دلوقتي هنمشي قتر كامل ولا هنمشي نصف القتر انا طالما العدة هتشتغل وهتمشي نصف القتر على القغرة يبقى دخل بياناتي للمكينة نصف الايه؟ نصف القتر وهذا النظام هو نظام الكياس التراكمي تمام حبايبي؟ مع بعضينا على الشاشة بقى نشوف ايه الموضوع مع بعضينا كده نشوف المثال بتاعنا احنا هنا هنمشي المسافة من السفر من السفرة هومن السنتر لحد ايه؟ بدأت الشغلة معنى كده انا مشيت قتر كامل ولا نص قتر انا مشيت نص قتر يبقى انا اكتب نص القتر طيب القتر عندي كله كامل؟ خمستاشر يبقى المسافة اللي انا مشيتها دي قد ايه؟ سبعة ونص طيب المسافة اللي انا مشيتها دي في اني محور قلفي محور اكس ليه في المحور اكس؟ ان انا عندي هوقض الواسب القتر عندي هنا يمثل المحور ايه؟ اكس والطول عندي بيمثل المحور مين؟ المحور زد فأنا ماشي كده انا ماشي موازل اني واحد فيهم مش انا ماشي رأسي يبقى طالما ماشي رأسي يبقى انا موازل للمحور مين للمحور اكس يبقى الاكس عندي هتبقى بكام قال لي انت ماشي يبقى هتمشي تاخد مسافة فعلية يبقى الاكس عندك هتبقى بسبعة وايه بسبعة ونص طب لما اجي اخد الطول بقى من هنا لحد هنا هتبقى زد بسالب كم زد بسالب عشرة طب لما اجي اخد القتر الجديد ياولاد هناكو نواغدين وخمسة وعشرين لا هنا هتفرق خالص هنا هعمل ايه ركز معي حبيب هطرح القتر الكبير ده ناقص القتر الصغير هطرح القتر الكبير ناقص القتر الصغير لما اطرح اللي اتنين دون من بعدها تطلع لكيمة القيمة اللي هتطلعلي هقسمها على اتنين هتديني مسافة الاكس الجديدة هتديني مسافة مين الاكس اللي هي بتاعت النقطة سي يبقى انا لما اجي على الرسمة من البداية هقول نقطة ايه الاكس بتاعتها بكام سبعة ونص طب والزد هلا انا مشيت الزد اي حاجة مامشتش في الزد حاجة يبقى الزد بزيرو طيب نيجي اللي النقطة بيه انا مشيت في قاني محور يا ولاد انا مشيت في المحور زد يبقى انا عندي زد لها قيمة قيمتها يجيبها من تحت قلي زد بالساوي عشرة سالب عشرة محدش يحط كيمة الزد بالموجب زد دائما تحط اشارتها طالما شغال جوه الشغلة لازم اشارتها بالسالب يبقى زد سالب كام سالب عشرة طيب تعال انا بقى هنا كده بالنسبة للكتر الجديد دوت انا عايز اجيب كيمة اكس فيه قال لي اكس هتطرح الكتر الكبير كيمة الجزئية دي بس يا ولاد كيمة الجزئية اللي انا هتلاحها دي بس الكيمة بتاعت الجزئي ده هيبقى كام اطرح الكتر الكبير ده من الكتر الصغير طب الكتر الكبير كام خمسة وعشرين من الكتر الصغير خمستاشر نطرح اللي اتنين من بعض يطلع لنا عشرة ميلي لما اقسم العشرة على اتنين يبقى الاكس بتاعتي هنا بخمسة يبقى الاكس بتاعتي هي بكام بخمسة طب والزد اقول عليها زيرو اي بعد قبل كده بتصفره اي بعد قبل كده بتصفره بتاخد كيمة المحور اللي انت شغل فيه وكيمة المحور اللي انت مش ماشي فيه بتصفره بتحطه بزيرو فاهميني حبيبي يبقى في نظام القياس التراكمي بشوف المسافة الفعلية اللي انا همشيها في المحور بتاعي كام ودخلها للمكنه طب المحور التاني ممشتش فيه اصفر البعد في المحور التاني اصفره يعني حط كيمة البعد في المحور التاني تساوي سفر تساوي ايه ولاد سفر طيب يبقى انا كده فهمت النظام القياس التراكمي لما كون ماشي في اكس قدي المسافة الفعلية اللي انا ماشيها في اكس طب انا ممشتش في زد يبقى في الحالة دي زد تساوي زيرو طب لو انا ماشي في زد قدي المسافة الفعلية اللي انا ماشيها في زد طب في النقطة دي انا ممشتش في اكس يبقى حط اكس بزيرو لان كل نقطة انتو عارفين ان هي كوردينيت كوردينيت يعني ايه يعني ليها محور اكس وليها محور ايه زد في التراكمي لما تكون شغال في محور حط كيمة المحور اللي انت شغال فيه والمحور التاني صفره. في المطلق بتحط كيمة الايه? المحورين. لان ده بيبقى ليه كيمة? وده بيبقى ايه? ليه كيمة. تمام حبيبي? طيب يبقى انا دلوقتي عرفت ان نزام الكياس التراكمي انا خدت بالنسبة للقورة نص القطر بس. لما مشيت في الطول خدت الطول الفعل اللي انا ماشي فيه. لما جيت احسب كتره تاني اكبر من الكتر الصغير ده. قلت الكتر الكبير نايس الكتر الصغير ماشي تلعت لي بكيمة طرحت خدت الكيمة اللي تلعتلي واسمتها على اثنين تلع لكيمة الاكس الايه الجديدة. تمام حبيبي? ده كده كان مثال تطبيقي على نزام الكياس المطلق ونزام الكياس التراكمي. الامثلة مش هتخلص معنا علشان الجزئية دي تثبت في دماغك. معايا مثال تاني على النزام المطلق برضك والنزام التراكمي علشان تعرف تدخل بياناتك للمكينة ازاي? مع بعضينا حبيبي نشوف مثال تاني على ادخال البيانات بتاعتنا. المثال اللي جاي لنا ده جميل اوي فيه شغلة حلوة معمول لها سلبة ومعمول لها اه اه تدرج ايه؟ تدرج اكتار يعني. يعني. هو عمود طلب في تدرج الاكتار وجزء سلبة. طب تعالي مع بعض بقى كده احنا نشتغل بالنزام المطلق. انا عندي اول حاجة احدد الايه? النقاط بتاعت الشغلة بتاعتي. أحدد نقاط الشغلة بتاعتي. دي نقطة مين? الزيرو. الورك في الزيرو ايه؟ زيرو بين. المحور ده بالنسبة لي اسمه المحور مين? المحور اكس. المحور ده بالنسبة لي اسمه المحور ايه? المحور زيد موجب. وجوه الشغلة هيبقى زيد ايه؟ سالم. طيب انا هطلع من النقطة زيرو. اروح للنقطة الاولينية. سميها بي واحد. نهاية القتر بتاعي دي نهاية عملية. يبقى باتنين. هاطلع على عملية اخرى اللي هي تسوية ايه الخراطة الجانبية بتاعت القتر التاني. يبقى دا باتنين. هعمل عملية سلبة يبقى نهاية السلبة. باربع. طيب هاجي اعمل خرطة تلي تاني يبقى انا عندي بي خمس. يبقى انا عندي بي انا اشتغل فيهم بي هيشتغل لغاية بي كم لغاية بي ايه? لغاية بيه خمس طيب نبدأ بقى مع بعضينا كده انا عندي النقطة زيرو اسمها النقطة دي اولاد بنقول عليها الورك بيه زيرو بوينت تبقى البوينت فيها اكس بزيرو وزيت بايه وزيت بزيرو طب لما اجي اطلع هنا في القطر هطلع في القطر يعني هطلع فاني محور المحور اكس اقرى المحور اكس بتاعي المحور اكس هيكون كام عشرين ليه خدته كامل علشان ماشي بالاحداثيات المطلقة خدته كامل ليه علشان ماشي بالاحداثيات المطلقة طب بالنسبة للطول الطول يبقى محور مين محور زيد اقرى الطول يبقى الطول بتاعي كام اتناشر يبقى زد بسالب اتناشر يبقى زد بسالب كام اتناشر طب ليه خدته اتناشر لان انا بحسب كل ابعاد منين من السفر طيب اجي بقى للنقطة رقم باربع هاخد اكس وزد اكس بتاعتي هنا بكام اكس الكتر الكتر هيبقى بكام اربعة وعشرين طب والزد يا ولاد الزد هتبقى بكام بسالب ستة و ايه وخمسين زد هتبقى بسالب ستة و ايه وخمسين تعالى مع بعض كده تاني يا ولاد انا عندي النقطة الزيرو اكس فيها بكام زيرو زد فيها بزيرو انا هطلع للنقطة بي واحد هطلع في الكتر ولا في الطول في الكتر طب طالما في الكتر يبقى ارى الكتر الكتر بكام بعشرين يبقى اكس بعشرين طب همشي من بي واحد لبي اتنين همشي من بي واحد يا ولاد لبي اتنين همشي من بي واحد كده اروح على بي اتنين انا ماشي في الطول الطول بتاعي كام سالب اتناشر يبقى زد بسالب اتناشر بعد كده همشي في الكتر يبقى الكتر بتاع كام X باربعة وإيه وثلاثين طب همشي في السلبة السلبة همشي كتر X و Z اللي اتنين هيتغيروا طيب يبقى لما نيجي نقرف في المحور X هلقى إن X بكام قال لي X هتبقى بخمسين طب و Z بسالب كام Z بسالب ستة وخمسين Z بسالب كام ستة وخمسين لو حبيت أخذ الجزء اللي بعديه دوت أنا همشي فين أنا همشي كده فين في Z يبقى هوصل لحد Z بكام بتسعين Z بسالب تسعين وعندي نفس X اللي هي بخمسين تمام حبيبي يبقى تاني نقول أبعادنا تاني إزاي بنشتغل فيها أول حاجة نقطة الزيرو X فيها بكام زيرو Z فيها بإيه بزيرو طيب إحنا عايزين ناخد النقطة بواحد بواحد ديت أنا ماشي في الكتر ولا في الطول قال لي أنا ماشي في الكتر يبقى روح أقرى الكتر الكتر بكام؟ بعشرين يبقى X بعشرين أبدأ من B1 هروح لي بيه إيه؟ لي بيه اتنين من B1 هروح لي بيه كام يا أولاد؟ لي بيه اتنين طيب بالنسبة لبيه اتنين ديت أنا ماشي في الطول ولا ماشي في الكتر؟ ماشي في الطول أنا ماشي في إن؟ في الطول بتاعي ماشي في الطول طب الطول بتاعي كام قال لي زد سالب عشرة طيب بيه 3 همشي في الكتر ولا في الطول بيه 3 انا طالع في الكتر الكتر هيبقى كام 34 يبقى اكس باربعة وثلاثين بيه 4 انا همشي في الكتر وهمشي في الطول لان ده جزء مايل يبقى لازم اخد اكس واخد زد اكس هتبقى بكام اكس الكتر كله اللي هو بخمسين طيب وزدها تبقى بكام زدها تبقى بسالب ستة وخمسين كل اللي عليك ان احنا بنشوف الابعاد اللي موجودة لكل نقطة كام وببدأ احسب اكس فيها وابدأ احسب زد فيها وابدأ ادخلهم لمين للمكينة بتاعتي طيب هنا ده مثال على لو عندي دوران اعرف الدوران ده ادخلوا للمكينة ازاي هنبدأ مع بعدينا بردك نشوف الابعاد بتاعت كل نقطة نقطة الزيرو احنا خلاص بقى تعلمنا الزيرو اكس فيها بكام بزيرو زد فيها بزيرو علشان اطلع الجزئية دي اولاد اطلع قبل الدوران وقف اطلع قبل الدوران وقف جزئية رسم بقى اطرح كيمة الدوران بتاعك من القطر اللي عندك الدوران عندي قرب كام؟ بتلاتة خلاص؟ طب تلاتة في الجنبين يبقى عندي ستة ايه؟ ستة مل وانا عندي القطر كله كام؟ ايوه ستة واربعين يبقى انا عندي قبل ما اطلع الدوران لما اطرح ستة من ستة واربعين يبقى الدوران عندي او يبقى عندي القورة القطر بتاعها كام؟ اربعين يبقى انا لما اجي اعمل القورة ديت القورة دي طلعا من بعديها بدوران فوق ودوران ايه؟ تحت انا مش اخد الدوران اللي فوق ولا الدوران اللي تحت انا هعمل بس الورة دي كيمة الدوران اللي فوق 3 وكمة الدوران اللي تحت 3 والكتر ده كله 46 يبقى لما였 رح 6 من ال46 يديني كم 40 يبقى القورة بتاعتي بكام ب40 كتر الجزء القورة بتاعي بكام ب40 يبقى انا لما اجي اخد اكس في الاول هقول اكس بكام ب40 بعد كده بقى احسب الدوران ولما اجي احسب الدوران اخد الدوران باكس وز ماخدهوش باكس بس او بزد بس. ليه? الدوران او الشامفر اللي هو الجزء الدوران ده احنا بنقول عليه فالت يا ولاد. الفالت او الشامفر لما يكون في دوران او جزء مشتوف اللي اتنين بناخد لهم المحور اكس وزد. اللي اتنين بناخد لهم محور ايه? اكس وزد. ليه? لان العدة لما تيجي تعمل دوران بتمشي جزء الدوران ده كل الاكس بتزد معاها وفي نفس الوقت بتزد معاها عشان تعمل الايه? الدوران. لما برضك بتيجي تعمل الشامفر اللي هو جزء المشتوف. نفس الكلام العدة لما بتيجي تاخده برضك بتزد في اكس وبتزد في مين? وبتزد في زد. يبقى انا لما اجي ادخل احداسيات شامفر او فلت. يعني ايه شامفر او فلت? يعني جزء مشتوف او جزء في دوران. لما ادخل احداسيات هم لازم يكون للنقطة بتاعتهم كيمة في اكس وكيمة في زد. ما بدخلهاش محور واحد بدخل لها كيمة في اكس وكيمة في ايه في زد. نبص بقى معينا لما نيجي ناخد نهاية الايه الشامفر بتاعنا. تمام. يبقى انا عندي دلوقت يا شباب الجزء دوت هيبقى انا عشان ادخل احداسياتي هنا هاخد الكيمة بتاعتي في اكس وايه وزد. نبقى احنا ان هوت يا ولاد عرفنا ان انا لما اجي اخد اي ضعن لو انا ماشي في اكس باخد الكيمة بتاعتي في اكس. لو انا ماشي في زد باخد الكيمة بتاعتي في ايه في زد. لو هعمل شامفر او دوران باخد الكيمة بتاعتي في اكس وايه زد بتاعتنا مع بعض. تمام حبيبي? طيب احنا عايزين مع بعضينا بس كده. نبص كده على الشاشة احنا عندنا امر الحركة في خط مستقيم اللي هو G00 بالنسبة للخراطة عندنا امر الحركة في خط مستقيم داخل الشغلة G01 ده بالنسبة للخراطة يا ولاد وعندنا امر الحركة في دوران مع التجاعة قارب الساعة G02 وعندنا امر الحركة في دوران عكس التجاعة قارب الساعة G03 ثلاثة. تمام حبيبي? النهاردة احنا اخدنا ايه بقى? احنا اخدنا الفرق ما بين الجي تسعين والجي واحد وتسعين. وعرفنا ان الجي تسعين هو القياس المطلق والجي واحد وتسعين هو القياس التراقومي. وعرفت ان انا في الجي تسعين بحس بكل ابعادي منصوبة النقطة السفر الشغلة. وفي الجي واحد وتسعين بحس بالمسافات الفعلية اللي بتحركها العدة على الشغلة. كمان طبقنا ازاي نعرف ندخل بعض الابعاد من الشغلة بتاعتي للمكينة بتاعتنا. كمان عرفنا في نهاية حلقتنا ان انا عندي جي زيرو زيرو في الخراطة. هو امر الحركة في اه خط مستقيم باقصى ايه? سرعة. جي زيرو واحد امر الحركة بتغذية بطيئة في خط مستقيم. جي زيرو اتنين. الحركة في دوران مع التجاع عقارب الساعة. وايضا جي زيرو تلاتة. الحركة في دوران عكس التجاع عقارب الساعة. تمام حبيبي? طيب احنا بكده وسنة لنهاية حلقتنا. اشكركم واترككم في رعاية الله وامني. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا شابه.